السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة اليوم اللي 24 من تحدي فلاي لدي في البيجينر سيستم لتنظيف البيت من الاهداف المهمة اللي احنا عايزين نوصل لها من تحدي فلاي لدي هي ان البيت يكون دايما جاهز لاستقبال الضيوف نمشي عايزينه ببرفكت 100% احنا بسلا عايزين يبقى نضيف بنسبة كبيرة مثلا من 50% ل70% على اقل بمعنى احنا عايزين البيت يوصل ان لما تضيف يتصل عشان ييجي يبقى انت لو هتلمي حاجة تبقى حاجة بسيطة ما تاخدش منك اكتر من 10 دقايق مسلا ما يبقاش البيت بالبهد القوي وانت بتجري من هنا ل هنا عشان تلحقي نفسك وتعادي بالساعات وتهليك نفسك لحدة لما تضيف ييجي ما تبقاش رأي قصة ان انت تعادي معي من الهالكة اللي انت عملتها وطبعا من الحاجات الاساسية اللي لازم تكون نضيفه عشان تستقبال الضيوف ان الحمام يكون نضيفه جاهز لاستقبال الضيوف ده النهاردة هندخل في الروتين الصباحي بتاعنا عاجدة جديدة وهي عادة تنظيف الحمام مارليسي لي بتعمل حاجة اسمها سويشان سويب بمعنى انها بتستخدم الفورش الخاصة بالحمام زي فورشة الطويلت وفورشة الحود او اي فورشة او اي حاجة تانية انت بتستخدمها في تنظيف الحمام وبعدين بتمسح بفوتا وتنشف فيها بس كده الموضوع بسيط جدا عايزين ندخل الموضوع ده او العادة دي في الروتين الصباحي بتاعنا الموضوع ده مش هيخب منك اكتر من ديئتين بس في اليوم يعني مش هتحتاجي انك تقعدي تغرير الحمام والحيطة والمية وصابون وتقعدي بالساعة لا هم ديئتين بس كل اللي هتعمليه انك هتجيبي فورشة الطويلت وتحطي منظف بتاع الطويلت او اي منظف تاني بتنظفي بالطويلت وكمان فورشة تانية هتنظفي بيها بسرعة الحوض والبني والارض والارض هتحطي فيها برضو نقطة واحدة بس من منظف الارضيات وخلاص على كده ديئتين بس ده اللي هتحتاجيه مش اكتر ديئتين من يومك هيخلي الحمام بتاعك دايما نظيف ومش هيحتاج منك مجهود ولا وقت خلص يعني مش هتحتاجي انك تقعدي تنظفيه بالساعات ولا هتتعبي فيه كده احنا بعد ثلاثة وعشرين يوم من تحدي فلاي ليدي بقينا بنزحى الصبح نروأ سريرنا ونزرح شعرنا ونغسل اسناننا وبناخد الشاور بتاعنا ونغير هدومنا وبنتشيك لحد الشوز بعدين بتثبت الطايمير على دقيقتين بتعملي فيهم الحمام بسرعة بالفرشة زي ما احنا قلنا بالزبط وبتترضي الافكار السلبية وبتحوليها الافكار ايجابية وما تستسلميش لاي اصوات سلبية بتجيلك وبعدين هتفرز الغسيل وتحطيه في الغسالة وتنشره في خلال الروتين الصباحي بتاعك تبدأ التحضير الغداء وتبصي على مكوناتها عشان لفيه حاجة نقصة وتتأكد ان كل حاجة قدامك من غير محايا يكون نقصة عندك وبعدين تثبطي الطايمير على دقيقتين الهوت سبوت بتروأي فيهم سطح مكركب 5 دقايق لانقاذ غرفة مكركبة عندك وكمان 15 دقايق بتنظفي فيهم رف او درج او مكان مقفول عنك وبعدين بتتفقدي نقطة المهم الخاصة بيك خلال اليوم وبعدين 15 دقايق بتسترهيها فيهم وبتعملي فيهم حاجة بتحبيها لنفسك وكمان بتبعدي كده بتتفقدي امالات في ليليدي او نقطة تحفيزية اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده ده بالنسبة للروتين الصباحي بتاعنا نجي للروتين بعد الدهر الروتين بعد الدهر هو اني انا هندخل للمطبخ ونحضر الغداء ونخسر الطباق عشان ما تتراكمش وكمان هتحضري حاجة تلعاشا وانتي واقفة لو الحاجة بتاعة تلعاشا هتاخد وقت طويل وبعدين روتين قبل النوم روتين قبل النوم بتاعنا والحاجة اني انا مش بننام غير ما الحوب بتاعنا يكون نضيف وبيلمى ومفوش اي قبوة ويكون مخسون ومتلمة وبعدين هتحضري دوم تاني يوم سواء ليكي او اي حد من افراد قصيتك بتحضري له دوم لمي الغسيل والطباقية وتحطيه في مكانه ولو انتي بتشغالي غسلة بالليل يبقى هتفريز الغسيل وتشغالي غسلة بالليل عشان تنشره الصبح في روتين الصباح بتاعك تاني يوم الهوتسبوت قبل النوم بتروائي فيهم سطح كاركب وقبل ما تنامي هتتفقدي نوت المهمات الخاصة بيكي وتشوفي لو في حاجة نقصة ما عملتهاش وبتكتبي مهمات تانية يوم عليك واخيرا تنامي بدري في معاية ثابت كل يوم مارليسي لي بتقول ان سر تنظيف الحمام بسرعة او الحاجة اللي هتخليك تنجزي بسرعة في الحمام هي ادوات الحمام بتاعة التنظيف تكون جوه الحمام يعني تكون يحطاهم جوه في حمام في باسكت في رف في اي حاجة ومهم انتي تبقي حتى الفرش والمنظفات الخاصة بالحمام اللي بتستخدميها جوه وده عشان تنجزي وما توضيش تجري ورا نفسك وتفضلي رايحة جاية رايحة جاية وتفضلي تجيبي الادوات والمنظفات للحمام وضيعي وقتك كده احنا خلصنا العادة رقم 24 بتاعتنا واكتسبنا عادة جديدة المطلوب منك اول ما تقفلي الفيديو انك تزودي العادة دي في نوت المهمات او نوت العادات الخاصة بينا شوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة